رجالة عايزة ايه؟ كل راجل عايز يحس بالثقة مع شركة حياته لكن الغيرة ساعد بتخلي رجالة يتصرفوا بطريقة غريبة ممكن يقعدوا يتصلوا بالبيت عشرين مرة في اليوم ويطلبوا من ميراتاتهم تفسير لكل حاجة بيعملوها كأنه بيعمل تحقيق السؤال بقى هل الغيرة بتعكس الحب ولا بتكشف عن عدم الثقة معنا النهاردة ضيفنا المميز اللي هيفهمنا اكتر عن مشاعر الغيرة من وجهة نظره ومن وجهة نظر رجالة خابر العلاقات الزوجية دكتور مينا مكرم اهلا من الدكتور اهلا بيك اهلا بحضرتك اخبارك ايه؟ تمام زي الفورش بتغير ولا لا؟ عندك احساس الغيرة فعلا؟ ولا ممكن فيه ناس ما بتبقاش مخلوقة عندها احساس الغيرة بجد؟ الغيرة احساس طبيعي وهو شعور لازم نميز بين السلوك والشعور الشعور بتاع الغيرة هو امر طبيعي مفيش بني ادم موجود في الدنيا ما بيحسش بالغيرة ايه ده بجد؟ طبعا يعني انا هقف عند الحتة دي بزدات لان ساعات بسمع ستات بتتكلم ان جزها ما بيغيرش عليها وبتبقى متضايقة على فكرة اني فيه وانا بشوف برضو من تصرفاتهم والردود افعالهم ان هو يعني ما بيتصرفش بحاجة فيها غيرة حل خلينا ندخل الحتة اعمق شوية وهو يعني ايه غيرة؟ علشان نقدر نشوف هي الناس بتغير ولا لا؟ اوكي الغيرة شعور مبني على رغبتي ان الشخص ده يفضل معايا ومحدش يشاركني فيه اوكي لا غيرة مرادية يعني انا ببسط للناس يعني اما غيرة فيها فيها مرض التعلق برافو اما انا بغيرة علشان بحب برافو عليك احنا هنا وصلنا فكرة مهمة قوي ان التعلق اصلا مش امر صحي اكيد امر مراد فكل نتائجه هتطلع مش صحي الحب امر صحي جدا تمام فكل نتائجه هتبقى حلوة جدا اه صحي اوكي عشان كده انا كبني ادم بشعر بالغيرة محتاجة يراجع نفسي هي دي مبنية على تعلق ولا على حب طب هو يا دكتور كده معناه ان انا لو انا شخص بغير يعني انا راجل بغير قوي ماشي هو ممكن ادراكي ان الغيرة اللي انا بمارسها دي مرادية واعرف غير شعوري احساسي بيها كغيرة ولا الشعور ما بيتغيرش انا بحس انا ببقى مخلوقة بي حتى لو انا مدركة ان ده غلط برافو الوعي يديني انا كبني ادم ان انا افهم انا فين رغبتي في التطور هي اللي هتخليني اتحرك من المكان الغلط للمكان الصح احتفظ بالشعور لكن مع تطويره وتعديله هو يعني ايه تعلقه ان انا حبيت الشخص ده لانه سبب لتلبية احتياجاتي انا فانا محتاجه هو عشان يعمل لي حاجتي انا وهنا انا معنديش استعداد اخسره تمام ورابط ساعدتي بوجوده بوجوده اوكي وهنا لغيت تاني حاجة مهمة جدا وهي المساحة الشخصية ان الشخص من حقه يستمتع من غيري بخنقه وانا استمتع من غيره لازم نبقى مع بعض طول الوقت الغيرة اللي بتبقى فيها مؤزية للطرف التاني اللي فعلا بتتعدى على المساحة الشخصية للطرف التاني برابة عليك ما تروحيش ما تجيش ما تروحش ما تجيش ما بقاش فيه صحاب صحابك مين صحابك مين بحس دي اسمها الغيرة الايه بقى مرادية المرهقة مرهقة مش مرادية يعني دي حاجة تانية دي غيرة مرهقة يعني لسه ما دخلناش في المرادية احنا لسه ما وصلناش للمرضي اصلا المرهق ده أنا مرهق وأنا بغير عليكي وإنتي مرهقة بسبب غيرتي عليكي إحنا الاتنين تعبانين فيه بقى حاجة غير مرهقة تانية اللي هي الغيرة اللي بيكتبوها قوي يعني فيه ناس بتكتم الغيرة قوي جواها لدرجة أنه أنت ممكن توصل للطرف تاني وتغيرش عليه أصلا برافو فدي مرهقة قوي بقى صح صح مرهقة للاتنين اللي كتمها تعبان لأنه ما بيعبرش عن مشاعر جواهة والمشاعر معمولة عشان نعبر عنها بسلوك بسلوك أكش لو أنا معبرتش أنا شايل حمل على ده هنفجر في وقت هاجي في وقت حاجة ما فيهاش غيرة ممكن أو غيرة عادية هتطلع حاجة مختلفة هكسر الدنيا بقى أنا مش بشرح للقدامي إيه اللي مدايقني وإيه اللي مش مدايقني عشان يبطل يعمله أو يعادل من أول أو على الأقل يشرحولي فأنا أفهم أو يطميني أو يقولي ده طبيعي أنا متجاوز ست بتتعامل براحتها مع الناس بناء على أن هي متربية في مجتمع بيتعامل بأريحة مع الناس قد يكون الراجل جاي من مجتمع مختلف أوكي فتربيته فتربيته هي اللي بخليه شايف التعامل الطبيعي بتاعها بالنسبة له موتر طب أنا عايزة أسألك على حاجة سمعتها من أحد الرجال يعني راجل عارف أنه هو شخص غيور قوي هو عارف نفسه فحكم أنه ما ينفعش يتجاوز ستة حلوة هو قال أنا لو تجاوزت ستة حلوة أنا هتعب وتجاوز على الأساس ده تجاوز ستة عادة يعني ما فيش حد وحش بس تجاوز ستة مش ملفتة أو يعني مش مبهرة زي مواصفاته بس بعد ما تجاوز فدلي بص بره بس أيوة فدلي بص بره وبقت الدنيا عنده عبارة عن فقط بيت وولاد بس أنا شايف أن يعنيه ما بقتش مليانة طبعا إيه حل الراجل اللي بيفكر بالطريقة دي؟ هو هنا خسر حاجات كتير أب هو تخيل أن الزوجة اللي بيتجاوزها دي هو جايبها تسد خانة في البطاقة اسم الزوجة فيه كتير على فكرة الجالة بقى بيفكروا بالطريقة دي أنا عاوز أعمل بيت بالضبط أنا عاوز أعمل بيت عاوز أخلف ولاد بيشوف الزوجة اللي مناسبة لفكرة تنيا تكون له شكل البيت لكن هو هنا دورش على شركة حياة بالضبط تشبعه وتكفيه وهو يبقى عنده الرغبة في إشباحها لأنه شايفها قيمة إحنا ليه بنبذل مجهوطة على الحاجات؟ لما نلاقيلها قيمة أنا أصلا متجوز واحدة واخد قرار من جوايا وأنا بختارها أقل من متطلباتي وعايزة أقف عند الحتة دي المتطلبات دي بتختلف من راجل للتاني معايير اختيار الشريكة من راجل للتاني معايير اختيار الجمال والشكل بتختلف من راجل للتاني مش كل الناس معايير الجمال عندها واحدة عشان بس إحنا ما نقتصرش الكلام ده على ناس معينة لا الأصدية لا هو ممكن فيه اللي بيحب البيضة وفيه اللي بيحب السمرة فيه اللي بيحب الطويلة فيه اللي بيحب الرفاية يعني أنا أختار اللي يناسب معاييري أنا عارفة الكارسة التانية اللي هو عملها في نفسه الشخص ده هي ايه هو اختار واحدة بمعاييره هو مش حلو عشان هو يبقى متطمن عليها ويسيبها وينشي وهي حلوة عند الناس تانية هي أصلا حلوة في عين الناس تاني الخطورة هنا إنها هتتفاجئ إنها بتسمع من برة إنها حلوة وهو بيقول لها وبيأكد لها طول الوقت إنها مش مقبولة طب بفرض يكون راجل زكي زوج زكي وبيمثل إن هو رادي وبيقول لها كلام حلوه هو مش مؤمن بي طب أنا مش هجاوب على السؤال ده أنا سيبلك أنت إيجابي السؤال ده ليه؟ بزبط كده ست بتحس الست بتعرف إيه المشاعر اللي طلعة من جوه وإيه اللي بيتقال من اللسان صح طول ما أنا بقول كلام ما فيهوش مشاعر هو مش وصلك أبدا صح إيه الجمال والشياكة والحلوة دي ما أنت بتقولها لكل الناس بس ممكن أقول لك إيه الشياكة دي أنت واصلك جدا إن أنا مباهر ومعجر العين بتقول العين بتقول قبل والستات عندهم القدرة دي جدا طبعا أكتر من الرجال نحن المفاتيش كورومبول بناره عندهم فاهمين جدا في التفاصيل ولأن هم جزء الأكبر في المسيطرة على تفكيرهم هو الجزء الشعوري فهم عندهم الموهبة دي طبعا اللي أصلا ربنا مدها لهم في تكوينهم منذ الأذر أيوة لأن الست بتقدر تفهم الأطفال ببيهاتها من غير ما يتكلمون أيوة صح فتطور الجزء العطفي عندها أسرع وأقوى من الراجل فمهما هو مثل وعمل إنه هو هي حاسة طب فيه بقى حالة الحالة دي بقف عندها شوية لأني بتأملها كده وهتلاقي كل ناس بتتأملها لما بلاقي الستة متجاوزة مثلا فنان مطرب أي حد ليه معجبات بقى كتيرة جدا أنا بقف عند الستة دي شوية وشايف المعجبة بتتصور محجوزها وفيه بقى بيتطوق بتبوس وبتحضنه وانت عارف بقى المشاهد كده الستة دي ممكن نتكلم عن نوعية اللي بتكون مسيطرة على المشاعر الغيرة عندها مسيطرة هي ستة بتغير فعلا بس مسيطرة عشان الحياة تمشي كم السيطرة وطول المدة ده ممكن يضرها نفسيا أو يضر العلاقة في وقت ما حلوة الستة دي هي عندها حاجة من اتنين مدام هي قادرة تسقط بتحبوش؟ لا خلنا جاء نخرب بيوت يا إما هي بتغير غيرة حب وغيرة الحب نتيجها إن أنا بحبك جدا فمهتم أشبعك مهتم أبينلك إن أنا بحبك مهتم أحوط عليك بمشاعري فأنا مدركة طول الوقت كست إن أنا مشبعك ومكفيك أنا هي واسقة من نفسها يعني أصدق وحاسة إن هي مكشوة ده واللي أنا بعمله واصلة جداً وإنت شبعان به والله ما هيحاس حاجة مش حاسة حاجة أنا بكلم على الجزء السابق آه بالضبط في جزء الغريب دايماً بيشد أنا بحس الحاجة المختلفة دايماً بيشد أنا لو وصلت في المساحة دي وأنا واسقة إن ده واصل اللي قدامي جداً فأنا متطمن إن زوجي ده شايف البني أدمين اللي حواليه بني أدمين معجبين بي مش شايفهم ستات بيقارنهم بيها هي واسقة من إحساته هو هم أتقام بني أدمين كلهم بني أدمين لأن هي بالنسبة له الوحيدة الست وهو ده الحب إذا كان الحب رايح جاي وإحنا دايماً لما نتكلم عن الحب ما فيش حاجة اسمها حب من طرف واحد هي بتحبه واسقة في حبه لها فهو شبعان بيها وهي شبعانة بيه وصلنا للنقطة دي بقى هو متطمن وهي متطمن عارف الراجل اللي بيحب بجد وعارف إنه محبوب ومقبول ومشبع ومكفي مراته تتكلم مع رجالة هو مش قلقان حاشس إنه متأكد إنه هي مشاعر اللي تطلع وهي إجابية إيه خايف عليها تمام يقول لها الراجل ده طريقته كراجل أنا بيقولك مش مريح بس أنا متطمن أمين وهي طبعاً هتتبسط من الغيرة ودي غيرة وسوية جداً للتنين يعني هتحس إنه هي هتبقى واسقة إنه هو مهتم بيها وبغير عليها فعلاً مش بارد زي ما بيقوله الموت بقى بتاع لهو أنا جامد فما بغيرش بيوصل أوتوماتيك للأدامك إنه أنت مش فارق معاه آه أنا طبعاً بتحبنيش وعدم ثقة بقى إحنا هنكمل الكلام في الموضوع ده بس نشوف الناس قالوا إيه في الشارع عن الغيرة ونرجع تاني يلا بينا يلا بينا نشوف الناس قالوا إيه عن الغيرة ونرجع نكمل كلامه من وجهة نظرك شايفة إن الغيرة آه بتعبر عن الحب ولا إنعدام الثقة مش في جولي الأحيان ساعات بتعبر عن الحب وساعات بتبقى بتبقى عدم ثقة لو شركتك غيران عليك بتزعل منها ولا بتحاول تهديها وتفهم طبعاً برضو لو الشركة لازم يكون فيه ثقة برضو شوية فأنت برضو لازم تغسل الحتة ده يتحل هيبقى الغيرة آه بدافع الثقة ولا غيرة اللي هو مشاكله خلاص يعني إنت شايف إن الغيرة مفيدة في العلاقة ولا بتسبب مشاكل بتسبب مشاكل وبتهدم أي علاقة موجودة بين اتنين بتكون مفيدة لو لو هي غيرة طبيعية على حاجات آه الواحد يقدر يعديها لما بتزيد عن حدها بتكون وحشة جداً الغيرة مفيدة في كل حاجة وفي نفس الوقت ضرر لكل حاجة لا بتسبب مشاكل دي حاجة عادة موجودة فينا طبيعية بين غير لا هي الغيرة مفيدة في العلاقة بس يعني بشكل متوسط ايه الحاجات اللي ممكن تخليك تحس بالغيرة؟ إن ممكن الشخص اللي قدامي مثلاً ما يبقاش مهتم مثلاً أو يبقى مركز مع حدي تاني أكتر إزاي ممكن تحسنه من شعور الثقة في العلاقة عشان تتجنبه الغيرة؟ أما حاجة يبقى في لغة نقاش ما بين الاتنين كل حاجة تنجع أن يكون فيه وضوح وفيه مثلاً نحكي لبعض مشاكلنا أو عيوبنا ده بيحسس إن إحنا نتقابل بعض أكتر يعني ونكون واضحين مع بعض زي ما شوفنا الغيرة ما بتهزرش عند استتاته وعند الرجالة طيب خليني يا دكتور أسألك لو أنا ست متجوزة وراجل بيغير علاج جداً وغيرته عنيفة يا ممكن تتطور بقى هنتكلم لضرب بقى وأزى نفسي أين كان مجاسدي وكده أعرف وصلح الرجل ده ولا ما فيش منه أمل الرجل اللي بيغير الغيرة المبالغ فيها دي بيعمل حاجة تقريباً معظمهم بيعمل هو أنه يقلل من الست آه أنا بشوف كده دايماً فعلاً أنت لازم تفهمها هو بيعمل ده ليه؟ يعني الضرب أو الإهانة هو مرفوض في كل الاتجاهات لكن هو هدفه أن يحسسها أنها قليلة تمام علشان ما تتكبرشوا تطير من إيديه لأنه ما عندوش استعداد أنها ما تكونش موجود تعليقاته السلبية عن شكلها جسمها طريقتها علاقتها هتلاقي دايماً هدفه التقليل منها إفقادها السخة في نفسها عشان تعتقد أنه هو الوحيد اللي قابلها رغم كل عيوبها وأن اللي بره دول مش معجبين بيها دول بيجدبوا عليها ودي حركة غبية جداً لأن الست اللي زي دي مع أي تعبير فيه صدق واهتمام لها حتى لو ما كانش حقيقي هتنجذب هتروح منه فهو فعالية بيضيحها من إيده مش بيحافظ عليه فالنصيحة الأساسية أصلاً للرجل أنك لما تبقى عارف قيمة اللي معاك ادهاله لأنها محتاجة تسمع ست بتسمع بتحب تسمع الكلام الحقيقي وجي لغة مهمة من لغات الحب الخامسة للست بتبقى محتاجها كريسيفر كمستقبل إنها تسمع كلام حلو فسمعه لها بدل ما هي تبقى محتاجها من برسا أنا بقى كست شايفة جوزي بيأزيني لأنه بيغير علي أنا المفروض أعمل إيه؟ أطمنه بس فيدي الجيلة مهما طمنتها يعني فيدي الجيلة مهما طمنتها بيبقى غيرته عالية جداً صح أنا الجزء اللي علي كست إن أنا حاول أطمنه أنجح في كذا حاجة هو حطيلي فيها اختبارات فلقاني تمام فأنا ما بقيتش مشاركة كمصدر للشك لأن دي مش غير إحنا دخلنا في مساحة الشك عنده طيب يا دكتور لو راجل شروط الأمان عنده أو أنه يتطمن للستة دي وما يغيرش عليها الغيرة للمرادية دي خنقه يعني هو عشان يتطمن فمش عايز عين تشوفها أساساً أو لو حتى شفيتها تشوفها بطريقة مبهدلة بطريقة مقفولة ممكن يفرض عليه حتى حجابة أو أي حاجة غصبة عنها طيب يا ستة دي مش هتقدر تطمن هنا غيرت الراجل أنه نوع من النوعين اللي قلناهم في الأول مرادية التعلق أكيد التعلق وهو متعلق فبيحاول يقفل عليها علشان ما اضدعش صح كده؟ صح بس المشكلة عنده هو مش عندها هاي احنا هنا محتاجين أنصح جوزي أو يدخل حد من برا مسموع من الطرفين ومقبول ينصحنا احنا اللي اتنين ان احنا نتعامل مع كابل ثيرابيست آه يعني لازم أنا مش هقدر عمله حاجة لازم هو يقف مع حد أنا معي حد عنده مشكلة الحالة دي مستعصية الحالة اللي بتفكر بالطريقة دي فعلا مستعصية يعني ما بتجيش بالنصيح العادية لازم كابل ثيرابيست تخص زي كده أو أي حد من خبر النفسيين يتعامل مع الشخص ينقله ويطور شخصيته ويزود له ثقته في نفسه ما بالك بقى لو الحالة دي حواليها ناس بتسخن بقى كمان كمان يعني حواليها ناس تبدأ تلفت نظره أهله مثلا أهله وصحابه يبدأ أو ممكن ناس تبقى قرية أن الرجل ده بيغير جدا وبطريقة مبالغ فيه أعزين يخربوا الحالة انت عارف يعني متعة الناس أن هم يشوفوا مشاكل آه دي بقيت ظاهرة على فكرة الميديا إيه اللي بينتشر فيها مشاكل اطلعي قولي للناس أنا عايز أقول لكم حاجة تفرحكم مش هيشوفوها هيقلب قولي لو عندنا كارثة مصيبة فضيحة هيعمل إيه هيتفرجوا إيه يتفرج جدا ويتموا يسرش عليها بعد كده لأنها فضيحة الله حاجة سلبية أيوة فالناس اللي حوالينا يحبوا يشوفوا مشاكل تخيالي أنت حد بيسألك أخباركو في البيت إيه الحمد لله إحنا زي الفل إيه دا خلاص إحنا عايزين عايزين دراما عايزين دراما مسخن بقى ولحياة تبقى فيها مشاكل أكيد مش صح ونسمع بوزك بيقول لك كلام حلو ده يعرف عنك عليكي واحدة تانية أكيد عشان كده مستحمل يقول لك كلام حيتلاقي دايما أن اللي بيسأخم نفعي زي دراما والغيور الغيور مادة يعني هو حالة يعني حالة إيه حالة فيها طمع كبير جدا للشخصيات اللي بتبقى عاوزة تخرب الحياة وتتفرج على مشاكل زي الدكتور ما قال لنا فإحنا نخلي بالنا جدا لو أنا شخص غيور ولا حوالي هياخد باله أن أنا شخص غيور أخلي بالي من الشحن الشحن الكتير هو بيبقى سبب رئيسي في أن الغيرة دي تزيد والمشاكل اللي بيني أنا ومراتي تكتر طب نتكلم بقى عن الراجل المخنوق يعني هو المتغار علي بقى أيوة الراجل المخنوق اللي مراته غيورة جدا شفت الأمثلة دي كتير جيد بتتبعه وترقبه في كل حاجة في الحياة وفيه بقى نوع أسكى بتبهدله يعني بتأكله وتأخنه بتأكله زيادة ده سامن عاملة خطة عاملة خطة استراتيجية وتقولك عشان ما حادش يبصله فالراجل ده يعني أيوة أنا كشفت لك يعني فيه ستات والله العظيم بتحط بتحط سامنة وحاجات في الأكل عشان هي أصدق أن الراجل ده ممكن يتلاقي ست بتحب الرجالات أه ما هي بتقلل بتقلل المطاردين فالراجل ده يعمل إيه عشان يسيطر على الغيرة عند مراده برضا حابعت نفس النفج الأول للست للست الراجل كائن شخصيته قيمة على القيادة تمام وقيادة الراجل تعتمد على نجاحه أنا بعرف قدي لما يكون في منطقة توهجي وأنا بلمع أعرف أدلع الناس اللي حالي تمام لو أنا مطفي ما بقاش عندي الباور أن أعمل حاجة للناس أنا أصلا فاضي الست لما بتقرر تطفي جزها علشان تحافظ عليه هي عملت إيه لغت رسالته لغت شخصيته لغت توهجه سدت نفسه من الآخر سدت نفسه هو فدي عشان ستت يوصل لها الرسالة أنت هتسدي نفسه عن الحياة وعن هو يعملك النتيجة مش هو مش عارف يعمل هو بقى فاضي فما عندهش يديكي تمام آه هو محدش تاني حيبصله ولا أنت شخصيا حيبقى هو مالي عين صح فأنت خسرتك بالكامل وهو خسر نفسه مقنعة جدا خلي بالك أنت لو محتاجة جوزك يهتم بيكي أنت محتاجة تنوريه تخليه يبقى موجود وعنده صيد عشان يعرف يديه وجهة نظر أنا باستغرابها يعني أنا لما أتجاوز راجل أبعاوز أنا أتبهى بيه برضو يعني دي حاجة حلوة يعني أن أنا جوزي شيك نتكلم في الحتة دي أن نجاح الراجل هو الست صح براءة كل راجل عظيم مراءة عظيم أنا لابس شيك مين اللي ملبسني وأنا نازل مراءة مطلع علي الأميس والجاكت فمفهوم أن أي حاجة عند الراجل كويسة سببها ست في البيت صح موجود نجح في شغله عشان تمرتح في بيته أنا لو براوح ما بنامش لأني متعاكن علي حغلط الصبح فمش حنجح صح لازم تبسط واسقة أن نجاحات جوزها حتى نعكس عليها هي والبيت والولادة جد طبعنا هتكلم بقى في المفاجأة يعني دي كارثة بقيت في البيوت دلوقتي الستات الغيورة قوي ورجالة والله بس يا ستات أكتر بقى بيستخدموا أدوات بتساعدهم على الاطمئنان أو التجسس زي بيحطوا حاجات اللي هي بتسجل مش عارف اسمها هي الجي بي أس بيحطوا الجي بي أس مثلا في العربية تتبعوا بقى وفي البيوت وفي التليفونات والحالات دي قديمي خربت بيوت وجاوزات كتير فعلا هي وجهة نظر الستات مثلا أن هي بتأمن وبتلحق نفسها بتلحق الموضوع هل ده صح أن أنا عشان ألحق بيتي قبل ما يتخرب أو أن الجوز يعرف علي حد أو مراتي بس هي أكتر عند الستات أن أنا فعلا أعمل كده ولا ده ممكن فعلا يدمر الحياة كسرة العلم هي كسرة الغم كل ما هعرف أكتر هتعب أكتر خاصة أن أنا ست برائب راجل تعاملات الراجل عموا مختلفة شوية عن الستات كنوع من بنا في التعاملات مع الناس أنا لازم أثني على آخرين وأنا راجل سوي أنا حتى مش راجل وحش ولأن الرجال عارفة أن الكلام الحلوي كل كلمة حيقولها حتسوي عند الست تهديد يبقى هي هتعيش في تعاسم هتعيش طبعا أنا بشوفهم بيعيشوا في حرق دم على طول إن هي طول الوقت سمعها وبعدين أنا بعد أقول لهم هم إزاي مستحملين بصراحة يعني إن أنا طول الوقت أسمع وبايا عندي وجهة نظر في الحتة دي إني ممكن قصة تبدأ وتخلص وأنا معرفش عنها حاجة وتنتهي حاجة عابرة يعني خليها غلطة أو نزوة عابرة وخلاص لكن لو أنا بعمل كده ومتابعة قوي أنا ممكن أدخل القصص في مجال العند لحد ما تبقى حقيقية بدل ما تنتهي في نقطة أخطر كل ما هو مصطور هنحاول نبطل كل ما هو مكشوف أنا عمري محمد طل عارف لما الولاد الزغيرين مثلا شربوا سجار ومخبئين على بابا وماما بيشربوا سجارة في اليوم بابا وماما عارفوا ومعملوش حاجة هيعمل إيه؟ هيشرب قدامهم تعرف إن ده مسأل قديم على فكرة يعني ده من الموروثات بتاعت أجدادنا وأمهاتنا إن يعني ما تدققيش كان دالما يقولك طنشي ما تدقيش كبري دماغك فهي هتندرج تحت نفس الفكرة إمتى يحصل موضوع التتبع ده؟ لو أنا أخذ قرار انفصار وعايز أدور عايز أمسك علي مصيبة وعايز أدور على إثباتات تديني أحقياتي غير كده ما تعملي جده أعملي الأهم المجهود اللي أنت بتبزليه في التتبع ابزليه في إشباعه وإنك تفرحيه وتملي عينه وتفهم احتياجاته عشان تعملي هاله فهو يبقى شبعان طبعا الشبعان ده دكتور بيرايغ يعني بيرايغبتي حتى شبعيه ونزليه أيوة انت تطلقي رجالها تفرح على فكرة قوي بالجومة دي وانت كراجل أنا عارفة تعليش تتاك على كلمة دي هتقولك ما يمليش يعنيهم غير التراب دي مش حقيقة يعني ده غلط أي بني آدم شبعان مش هيعرف يأكل زيادة حتى لو جرب يأكل زيادة في الأول هيرجع يلاقي إن ده مر طعم وحش الحاجة الحلال فيها خير ربنا نبارك فيك يعني عشان ما بقاش ظلمة لو هي قصة حقيقية وحتى لو في مشاعر وانا عارف ان انا مش عارفة اخذ خطوة حقيقية عندي بيت وعندي ولاد وعندي فهي قصة مش هتكمل بزر فانا ببدأ واجع مستقبلي انا ببدأ واجع بدايته حلوة وجميلة وبتاع بس في الاخر هيحصل لازم فرقة جراب عليك وتمن قدير فانا ليه ابدأ ليه ابدأ قصة اولها اولها انبساط وكلام حلو وفي الاخر بزرع واجع هيكمل معايا حتى لو انا صادق انا راجل صادق في مشاعري فعلا بس انا عندي محذورات تمنع ان انا اعمل قصة حقيقية وبيت تاني وكده يبقى انا مبدأش الواجع ده من الاساس دايما بقولهم جملة لطيفة قوي يبقعدين معايا اقول له المجهود اللي انت هتبزله برا لارضاء الشخص ده يبزله جوه مراتك هتبقى مستمتعة بي جد اكيد اكيد صح احنا لو الناس تبطل تدي المجهود بتاعها في اماكن غير اماكن اللي تستاهل المجهود ده فكان بيوتنا فعلا هتشوف محاكم ولا هنتطر نلجأ الى القضايا وطلقات اللي بقيت مالية الدنيا زي ما احنا شايفين قولك حتى علمية كده في الجزء ده في السايكولوجي بتاع الراجل الرجالة في سن الاربعين تقريبا ايوة بيدخله في حاجة اسمها ايه 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 انه محتاج توثيق انه لسه مرغوب فيه اه لسه المراقبة المتأخرة عند الرجال فهو عايز يحس انه لسه العين بتيجي عليه ده بيحصل امتى لما بيقى مفتقد للفاليديشن في البيت اه تمام ومفتقد في الحياة العادية هو شكله مش موصوق فيه شكله مش ناجح شكله مش مرغوب فيه الشخصيات انك حلمها هي واخد باليديشن طول الوقت لان الناس بترحب به في كل حت مراته متدياله باليديشن بتأكد له طول الوقت انها واثقة فيه عارف انه يقدر عارف انه من غيره احنا هنخسر حاجات كده طول الوقت بتقوله ده فهو قريدي بقى فالد صح فمش هيحتاج يعمل الكلام الحلو برا الستات اللي بتفرجوا علينا خلوا بالكوا قويس جدا فيه فرق ما بين اني اغير على جوزي واني احاول احافظ على بيتي وان انا اتابعوا باني ان انا اشك فيه واكتفي بتصرفات الشك والمرأبة والسيطرة وانا متخيلة ان انا كده بحافظ على بيتي وعلى جوزي انا كده بعمل كنبيلة موقوطة هتنفجر فجأة في وشي وهتبقى النتيجة ان البيت ده هيتخرب والعلاقة دي هتنتهي انا بشكرك جدا يا دكتور نورتني واسعالتيني واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتم من حلقات النهاردة واللي بيغير غيرة مرضية واللي بيشك يبطل غيرة وزي ما شفنا الرجال عاوزة ايه خلونا نشوف الستات عاوزة ايه في مطبخ ست الكل بعد الفاصل